النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه خامة خطيئة فمن تنخم فل يغطيها يسترها كده شوف شيء وصلت لي فين؟ والآن يقول لك كورونا بتنتقن عن طريق البصاق أكرمكم الله والرزاز ورأيتم عشان تعرف أمة الإسلام دي أمة عظيمة ورأيتم في بعض المقاطع اللي جات من إيطاليا أن أحد الناس راكب جوه القطار وجالس يطلع اللعاب ويحطه فين؟ يحطه على الأعمدة ويحطه على الكراسي عشان الناس اللي مخدوعة بالأوروبيين يقول له لا تنخدع لن تجد أعظم من أمة الإسلام إن استمسكت بدينها وأطاعت ربها ونبيها عليه أفضل الصلاة وتم التسليم المؤمنون كالجسد إذا اشتك منه عضو تدع له سير الجسد بالحمة والسفر